رجع 5400 عقار واني قلتها قبل فترة اسمع يا وزير المالية اسمع يا الكاظمي اسمع يا سيد مقتدى يا قائد الإصلاح اسمعوا هذا الرجل رجع للدولة 5400 عقار منين رجعها من الأحزاب الفاسدة والحرامية تمام؟ طبعاً من أقول لكم عقارات دولة مو مجتملهم 50 متر بمن انت الصدر لا بيوت فنادق أشكال وألوان مؤسسات شركات رجعها طلعتان هنا ناس قلت له قلت له دير بالك إذا انت مم حصن نفسك حصنها هذا الرجل تمام؟ السوالة هاي بعدهم دا يلعبون وياه السوالة قاموا وينبشوا له من جوه القاع ساعة كذا وساعة هيتي وساعة ترى رح نسوي بك هيتي وساعة انت مدرشنو يجيبون ويلطشون طبعاً استلم استلم لا حبيبي قبل ما توصل للعسل رح تطلع ايدك مورمة وراح تشوف وراح تشوف اشي رح يساون بك اذا انت قد ها كمل وخلي اقول لك شغلة كل واحد يتصده ليهي تشي سوالف ويقول وينبش ورا الفساد هو هذا اللي رح يصير بي لا انت اشعبوا لك انا 24 ساعة علي فشار وغلط واشكال والوان اشكال والوان حاولوا وصووا الاحزاب الاسلامية الفاسدة اشكال والوان سووا ويايا بس ما قدروا فانت بيقزود ماذا دفعك بيقزود كمل دوس دوس عليهم ما بيقزود اطبق على صفحة قول كافي ما اقدر وهاي رسالة همين الوزير المالية وسيد مقتدر خلي اقول لك شغلة نص عقارات الدولة لا والله ثلاثة اربع عقارات الدولة ما اغذتها لحزاب الفاسدة والاسلامية فانت قائد الاصلاح تفضل هاي جبنا لك عقاراتهم سيطرة عليها حلال حرام وحدة من عدها وكلش بسيطة ترى سيدنا قصور الشعب هاي هيتي ما عاي احتي لك قصور الشعب اللي عايشين بيها الاحزاب ورسائل كتل على اي اساس رئيس كتلة بصماخ قاعد بقصر مال الخلفوك لو مال الشعب اسوي مستشفى اسوي جامعة حكومية سيد مقتدد يدرسوا واحد من قصور الشعب اللي صاير يم المطار سوا جامعة وانطوها رئيس الجمهورية يلا من يقدر يندق بيه ترجمة نانسي قنقر